أن تتكلم باللغة الرسمية التي فرض علينا الفصل الخمسة من الدستور وإلا لن أعطيك الكلام لن أعطيك الكلام لك أو لغيرك لك أو لغيرك تفضل سأجيب سأجيب هذا الدستور إذا كنتم أنا أرى هنا أن مقاطعة فإحنا هنا نواب ندفعوا على المؤسسات الشريعية اليوم أجلس من فضلك تكلمة سيد الرئيس أجلس أو أطبق القانون أجلس أنبهك هكذا سنحاربه لهادر المدرسي من الأعلاق أجلس سأجيب 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 سيد النائب شا ألديك العلاقات الطويلة دي كانت ما يمبغيش نطبق عليك ونطمنك سيد الرئيس أعطيتك الكلمة أعطيتك الكلمة أعطيتك الكلمة خلينا تكلمنا بعدها وإذا لم تقتني عوسى أعطيكم الكلمة ليه وموني أجيب أجيب بعدها أجيب 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 أربعة ولا خمسة مؤسسة شريعية أجيب بعدها وأجيب من فضلكم وهذه مقاطعة حكومية عجوائية نبتت على في هذه المؤسسة وهذه مقاطعة عجوائية حكومية تدافع كين الحكومة تدافع انها سارفعوا الجنسة سارفعها مقاطعة حكومية عجوائية تفرط في المؤسسة الشريعية تفرط في المؤسسة انتم تفرطون في المؤسسة الشريعية انتم لا تدافعون انتم انتم لا تدافعون انتم مقاطعة عجوائية حكومية نبتت تحت هذه القبة نبتت تحت هذه القبة كيف الوزير نغطي الكلمة يرض انا 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 نبع القانون لم اقدرش انا 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 نبع القانون انا انا نبع القانون ولن اسمح له ولن اسمح لأحد أن يخرق القانون لن أسمح به لن أسمح لأحد أن يخرق القانون لن أسمح لن أسمح أنتم الرسالة الملكية لن أسمح لأحد أن يخرق القانون لن أسمح لا تفضله سيد الرئيس سيد الرئيس إذا جئت على خاطركم سيد الرئيس والدصور هذا السيد الرئيس والمقاطعة الحكومية سيد الرئيس سيد الرئيس أنت رئيسنا جميعاً الآن أنت في واحد الكورسي دي الرئيس مجلس النواب رئيس كل هذي الناس اللي كانين أغلب يوم وعرض وبالتالي نطلب منكم باش يتسع صدركم الاستماع لكل الآراء أولاً الإخوان كي يطرحوا واحد المشكل لمجلس النواب ماشي أول مرة ماشي عاد بدينا رح ماشي استقلنا استقلنا هذي سنوات أكثر مخابعة دعبت الحكومات المتعاقبة أنها كي يجي الوزير المكلف العلاقات مع البرلمة لينوبة عن إخوانه النواب وأخوتي أعلى أخوانه المزارة وأخوتي الوزير وبالتالي هذه مسألة عادية ماشي أول مرة توقع في البرلمة ما فيها بس سجلوا نقطة لأنه في المعارضة ما فيها بس ولكن هذا شيء دأبنا عليه وبالتالي نستمر في الجلسة لأن هذا واحد الحاجة طبيعية ومشي أول مرة تدرت في البرلمة سأجيبك سيد الرئيس ما زال ما جوابك سأجيب الإخوان السادة النواب والسادة النواب السادة النواب اليوم عندنا القطاع اليوم عندنا رواة تبعوا معي ونحن على الهواء اليوم عندنا قطاع في سبعة فعندنا قطب لماذا أنت تتكلم وتكلموا ما دي ما تتكلم شانا تحتالية عندنا قطب في سبعة القطاعات في قطب عندنا قطب عندنا قطب عندنا قطب دستور المقاطعة شوف وسيلوا الحكومة وأنا نجاوب ونحطيك وأنا نجاوب ونحطيك وأنا جاوب تربعة ما هل كنت أرى أعطيك أعطيك هذا لما كان أعطيك الكلمة سجل سيد الأمين سجل سيد الأمين سجل سل لن أرضخ للغوغائية لن أرضخ للغوغائية لن أرضخ غوغائية ومقاطعة حكومية عشوائية نبتت هنا مقاطعة عشوائية نبتت هنا كين الحكومة أنتم تقتلون المؤسسة الشريعية أنتم تخنقون المؤسسة الشريعية أنتم لا تحترمون المؤسسة الشريعية أنتم أنتم تتغولون على المؤسسة الاجتراكية أنتم أنتم تتغولون على المؤسسة أعطاني الكلمة أتكلم ما أعطيتك الكلمة لا ما أعطيتك الكلمة ما أعطيتك الكلمة سأجيب أرفعوا الجلسة أنتم مسعولون أرفعوا الجلسة وأنتم مسعولون